كما كان متوقعا انتقلت ايران في عهد جو بايدن من الدفاع الى الهجوم للحفاظ على اتفاقها النووي عوامل الضغط التي فرضها ترام بدأت ايران تنسل منها هاربة الى الامام لا سيما بعد حديث الخارجية الامريكية بان الطريق الى الدبلوماسية مفتوح الان وهو ما دفع رئيس الايراني حسن روحاني للتأكيد على ان الاتفاق النووي يجب ان يطبق كما هو ولا تفاوض بشأنه بعدما صمدت ايران امام كل الضغوط التي مارسها ترامب اما الاتفاق بشروطه الحالية او لا اتفاق هذا ما تصبو اليه ايران حاليا عبر رفضها ان يشمل التفاوض او يمس برنامجها الصاروخي او ملفات المنطقة وهذه عقدة المنشار حاليا مع واشنطن واوروبا على الجانب الامريكي بدى بايدن في حيرة من امره بعد اكثر من اربعة اسابيع على استلامه السلطة وهو الذي تعهد بتبني سياسة ثلاثية الابعاد تجاه ايران تضمن هذه السياسة الالتزام بمنع ايران من امتلاك سلاح نووي ويقضي بعدها الثاني العودة الى الدبلوماسية اما البعد الثالث فيرتكز على مواصلات العمل ضد انشطة طهران المزعزعة للاستقرار والتي تهدد شركاء الولايات المتحدة في المنطقة امام هذه التعهدات يبدو ان بايدن قيد نفسه بابعاد لا يمكن ان تجتمع سويا في ظل استماتة طهران للحفاظ على برنامجها الصاروخي ونفوذها في المنطقة وهو ما يعني بشكل او باخر فتح الطريق امام ايران لتثبيت اقدامها اكثر على حساب شركاء امريكا هؤلاء الذين عمد ترامب الى استنزافهم بينما توجه بايدن الى تخييب امالهم بلجم ايران وابقاء المنطقة مشتعلة في دبلوماسية لا تعترف الا بلغة المصالح ولو على حساب دماء الابرياء في العراق واليمن وسوريا